طائرات كرتون طائرات اللي بدون طيار حضرتك خشبية أو كرتون ولكن هي بتستخدم لمرة واحدة بتستخدم كهدف متفجر طائر هي بتحدث عملية إزعاج وليس تدمير شامل ما يخشى منه أمريكياً أن هناك ثواريخ كروز حوسية إنتاج إيراني تستطيع مواجهة البوارج الحربية البريطانية والأمريكية في هذه المنطقة وهناك سابقة جديدة من نوعها زي ما الرئيس بايدن قال يعني أشار إليها بيتكلم على أن هناك أول مرة في التاريخ أن سواريخ الكروز البحرية تستهدف بها السفن المدنية طب الحوسية عنده من السواريخ دي كان منه عنده أربع أنواع يستطيع استهداف السفن الحربية أو المدنية بسواريخ كروز لما حكيت لحضرتك على الاستهداف اللي تم في شهر الماضي 18 طيارة بدون طيار وصاروق واحد كروز أنا بتصور أن الحوسي في تخفيضه للاستخدام السواريخ الكروز هو بيزبط أو بيزبط اتجاهات وبيعمل تجارب جديدة لأن ده يعتبر بالنسبة له سلاح جديد بيستخدم علشان كده هنجد أن الهجمة التانية من قوات التحالف كانت على مواقع الرادار في منطقة الديلامي والحوسي كلها والمنطقة كلها ليه؟ عشان يفقد تقديم دعم راداري وإحداثيات لوجيستي إلى السواريخ الكروز لأن الحوسيين بيملكوا منها كتير طب إيران تقدر أنها تعيد بناء كل هذا طبعا إفندي هناك نقطة سؤال مهم جدا إحنا كنا كلمنا قبل كده سهدتك أن إيران في البداية الأزمة دخلت البحر الأحمر حضرتك بارجتين لانش السواريخ وسفينة عسكرية هي بتقدم إمداد المعلومات في منطقة البحر العربي ومنطقة خليج عدن ودخلت البحر عندما أدركت إيران عن طريق الإبلاغ الأمريكي لسلطانة عمان الرسائل اللي قال أن حيتم توجيه ضربة إيران سحبت السفن بتاعتها ورجعت تاني لمنطقة البحر لأن إيران في هذه الأزمة إيران تريد أن تقول أنا مليش دعوة أنا مش داخلة كالعادة أنا مليش دعوة لا اللي بيحصل في حزب الله ده أنا ليه علاقة بي ولا اللي بيحصل في الحوثي ده ليه علاقة بي ولا اللي بيحصل في غزة ده ليه علاقة بي ولكنها قد تكون استراتيجية إيرانية لفتح مجال لاتساع نطاق الحرب برضو عايزين دايما نقرأ الصورة التانية الصورة التانية إيه؟ أنا فكرت كتير جدا في لساتك قلتيه لماذا إيران تخطر المؤسسات الدولية بأنها مالهاش علاقة بالموضوع هي مش عايزة تبقى طارف في الحرب ليه؟ لأن هي مدركة أن الحرب ونجاحها في الحرب وحلفائها حيتم على الابتزاز على المدى الطويل وإهلاك القوة البريطانية والقوة الأمريكية وإظهار حالة الانقسام اللي ساتك أشارت إليها مع الاتحاد الأوروبي لأن الأوروبيين في نقطة مهمة معلش الأوروبيين دايما خايفين من إيران وبيحترموها ليه؟ لأن لو بصينا على خارطة إيران هنلاقي كل مادئات السواريخ الجديدة اللي أنتجتها إيران في برنامجها الصاروخي بيغطي كل أوروبا بيغطي كل أوروبا عشان كده هتلاقي الدول الأوروبية بإجابة على السؤال بتاع حضرتك ليه الدول الأوروبية هتعمل بعد ثلاث أسبوع المعلومة اللي أنا بقولها أنهم هيجوا لتأمين الملاح المين للمصالح بتاعتها إيران لو بصينا في المنطقة دية كده حضرتك هنجد أن كل أوروبا دي بتغطيها السواريخ الإيرانية يعني مداها يصل إلى أوروبا كل أوروبا بالكامل فضلا على أني بكل تأكيد الجانب الإيراني يحتاج فقط لإجراء تفجير نووي لإعطاء العالم معلومة أنه أصبح دولة نووية لكن ساتك لو سألتيني هل الإيران في الوضع الحالي لديها قدرة لديها قدرة بس لا تريد أن تكشف عنها لديها القدرة ولكن مش بالضرورة أن هي تعمل التفجير النووي نرجع تاني لنوع الأنواع الأسلحة التي استخدمت في هذا العمل العسكري أول صاروخ كلمنا عليه هو التومة هوك التومة هوك وده استخدم من منفزين الغواصة فلوريدا الأمريكية وهي غواصة نووية بالمناسبة وهم عندهم أربع غواصات من هذا الطراز والبوارج البحرية الأمريكية اللي هي أسمائها كتير ما بيسموا بأسماء الرؤسة أو كده ما بيدوش الإسم العلمي ولكن هم عندهم من الطرازات الأربعة اللي مرافقين لحملة التقيرات الجانب الأمريكي عنده سبعين عنده سبعين قطعة بحرية حربية من هذه البوارج اللي بتجوب المحيطات كلها اللي بتجوب المحيطات كلها